ساينوفارم المفروض أنه عندنا شحنة فيه أنباء بتطرد أنه فيه شحنة جديدة قادمة من الإمارات غداً هنعرف ده بكرة لسه منتظرين مزيد من الدراسات تنشر حول فاكسين السايروفارم لكن أنا قلت لكم أن الإمارات أقرته أنه ده الفاكسين الصيني أن البحرين أقرته أيضاً وفيه عدد من الدول بتدرسه البرازيل طلبت مزيد من عندها ملاحظات وطلبت مزيد من الدراسات وعندهم زيارة للمؤسسات الطبية في الصين طلبين مزيد من الدراسات بيرو وقفت الدراسات على الساينوفارم لأنه فيه ريأكشنز على أو يعني أثار جانبية على بعض الناس خلونا نذهب بقى إلى حالة مصرية الوضع في مصر أرقام بتزيد أنا النهاردة بس في المحيط حوالها من معارف بعاد سمعت عن أربع وفاة مش بس بنتكلم عن السن الكبير سن كبير وسن متوسط اتنين في العناية المركزة ده أنا كشخص بسمع عن الدايرة الوسعة عندي دايرة معارف بابا فلان والدة فلانة يعني بالمشهد ده فأنا أقول تاني للناس حتى يأتي اللقاح لا سبيلة لنا إلا الكمامة والمطهرات عندنا مبارح 486 حالة جديدة 22 حالة وفاة ترجمة نانسي قنقر